لم يمضي يوم على تمديد معاهدة الصداقة بين روسيا والصين حتى أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمل واشنطن في بناء علاقات أكثر استقرارا ونفعا مع موسكو علاقات أكدت الخارجية الروسية أيضا أنها منفتحة على الحوار بشأنها بما يضمن توازن المصالح بين الطرفين فما هو سياق هذه التصريحات الأمريكية الروسية كسر الجمود وتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وموسكو برز خلال القمة التي عقدت في جنيف وجمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي الرئيسان وقتها أشهد بالمحادثات بينهما التي اتفق فيها على بدء حوار سراتيجي حول الحد من التسلح النووي حتى أن الشقوق بخطر نشوب حرب باردة في العالم أزالتها تلك القمة قمة بايدن وبوتن فقد أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في حرب باردة مضيفا أن نظيره الروسي لا يريد ذلك أيضا طبعا الهجمات السيبرانية أو الإلكترونية كانت حاضرة على طاولة حوار جنيف فبايدن أكد لبوتن أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع محاولات خرق السيادة الديمقراطية من خلال الهجمات الإلكترونية وتدخل في الانتخابات الرئاسية وهو ملف تتهم واشنطن موسكو بالضلوع فيه رسميا في عام 2020 بالعودة إلى هذه التصريحات المتفائلة اليوم من بلينكين ولافروف فأهم ما قد يعكر صفها هي التطورات تأتي من البحر الأسود حيث تجري الولايات المتحدة وأوكرانيا تدريبات عسكرية مشتركة ضمن قوات حلف شمال الأطلسي النيتو تدريبات وصفتها روسيا بالعدائية وأنها لا تسهم في تعزيز منطقة البحر الأسود واستقراره الذي تطلع عليه كل من روسيا أو تطلع عليه كل من روسيا وأوكرانيا وكذلك طبعا شبه جزيرة القرم التي تدعي موسكو سيطرتها عليها بعد اقتطاعها من أوكرانيا عام 2004 مما أدى حينها إلى موجة من العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا منذ ذلك الحين منذ عام 2014 التوتر الحالي في البحر الأسود سبقته حادثة أدت لتصاعد حدة تصريحات أيضا بين روسيا وبريطانيا هذه المرة التي أرسلت سفينة مدمرة بالقرب من سواحل القرم الأمر الذي اعتبرته روسيا خرقا لمياهي الأقليمية ووجهت لقاب تحذيرية لسفينة البريطانية وقامت باستدعاء سفيرة لندن لديها الاحتجاج على هذه الخطوة البريطانية إذن ضمن هذه الأجواء دعونا نتذكر معا في البداية أبرز الخلافات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا بينهما قضايا خلافية تحتاج إلى حل أولها مرتبط بحلف الناتو الذي تخشى موسكو توسعه وضمه دولا تقع عند حدودها وهذا توسع تراه واشنطن طبيعيا وتدافع عنه بخصوص منظومة S-400 الروسية هناك أيضا خلاف موسكو باعت هذه المنظومة لحلفاء واشنطن في الناتو والحديث عن أنقرة وهذا ما أقلق الولايات المتحدة التي اعتبرت الأمر تعديا على منظومة الحلف الأمنية بخصوص الهجمات السيبرانية كثر الأخذ والرد بينهما واشنطن تتهم موسكو بالوقوف خلف أعقد الهجمات التي تتعرض لها المؤسسات الأمريكية وهذا ما نفاه بوتين الذي قال إن الهجمات مصدرها أمريكي هناك في البحر الأسود تعمق الخلاف بينهما مؤخرا واشنطن تصر على التحرك عسكريا لحماية حلفائها كما تقول فيما موسكو تعتبر هذا المسطح مساحة استراتيجية تخصها وتهدد بإغلاقها أحيانا وبالحديث عن الحلفاء تبرز أوكرانيا التي تدعمها واشنطن في كل وقت حتى في نزاعها الأخير مع مسلحي دونباس وكذلك عدم الاعتراف بانتزاع روسيا شبه جزيرة القرن وهذا بالتأكيد يزعج موسكو أما مسارح الصراع فلا حصر لها بينهما وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث مؤخرا عن ساحة جديدة للنزاع مع موسكو في القطب الشمالي على خلفية الدور العسكري الروسي المتنامي هناك وهنا جاء رد لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ليؤكد أن بلاده تعزز دفاعتها العسكرية في المنطقة لحماية مصالحها الوطنية إذن نفتح ملف العلاقات الروسية الأمريكية ونتذكر قمة بايدن وبوتن الأخيرة وما سبقتها من أجواء مشحونة زادت من حدتها خطوات وتصريحات كانت متبادلة أبرزها كان وصف بايدن لبوتن بالقاتل لنتذكر معا أبرز محطات هذه العلاقة بين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن بينهما أزمة ظهرت أولى بوادرها في نوفمبر من العام الماضي عندما امتنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن تهنئة بايدن كرئيس للولايات المتحدة حتى يتم نشر نتائج الانتخابات رسميا تأخرت تهنئة بوتن حتى منتصف ديسمبر الماضي وقتها وجه خطابا رسميا لنظيره الأمريكي أكد فيه ضرورة تنحية الخلافات جانبا لتعزيز الأمن العالمي يدركان إذن أن بينهما خلافات طفت أكثر على السطح عندما وصف بايدن نظيره الروسي بالقاتل في مقابلة تلفزيونية بثت في السابع عشر من شهر مارس الماضي القاتل من يصف الناس بذلك كان رد بوتن في اليوم التالي في حين استدعت الخارجية الروسية سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور بخصوص الرد لكن رغم كل هذا أكد البيت الأبيض في الثامن عشر من مارس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن عندما يكون الوقت مناسبا لذلك ويبدو أن الوقت قد حان ففي الثالث عشر من شهر إبريل اقترح بايدن على نظيره الروسي عقد قمة في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة لبناء علاقة مستقرة مع روسيا أيضا الهجمات السيبرانية كانت واحدة من أهم الملفات التي تطرق لها زعيمان الأمريكي وروسي أثناء القائمة الأخير في فيينا لنتعرف على أبرز الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الهجمات السيبرانية الأخيرة تشكل الهجمات السيبرانية أكثر فأكثر أداة للحروب بين الدول وأحد فصول الصراع المحتدم بين واشنطن وموسكو ففي الخامس والعشرين من يوليو 2018 اتهمت واشنطن روسيا باختراق خطوط الدفاع الإلكترونية في عدة محطات للطاقة في الولايات المتحدة أما في التاسع عشر من يونيو 2019 كشف الكراملين أن منظمات إعلامية ومالية ومؤسسات حكومية روسية تعرضت لهجمات إلكترونية أمريكية وفي السادس عشر من مارس 2020 تعرضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني أبطأ أنظمة الحواسيب واتهمت روسيا بتنفيذه وفي العاشر من سبتمبر 2020 قالت شركة مايكروسوفت أن قراصنا تربطهم علاقات مع روسيا ودول أخرى يحاولون التجسس على أشخاص وجمعات مشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية الاتهامات الأمريكية لم تقف عند هذا الحد ففي التاسع عشر من ديسمبر 2020 اتهمت الخارجية الأمريكية روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي ضربت إدارات وهيئات أمريكية وصفت بأنها الأضخم وفي الثامن من مايو 2021 تعرضت أكبر شركة مشغلة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني وسط اتهمات أمريكية لروسيا بالوقوف وراء الهجوم أما في شهر يونيو من هذا العام فشهد توقف خمسة من أكبر مصانع اللحوم في الولايات المتحدة عن العمل جراء هجوم إلكتروني استهدف خوادمها ليراجح البيت الأبيض بأن الهجوم قد يكون مصدره روسي إذن ونحن نفتح هذا الملف أنتم مدعوون لأن تكونوا جزء من دائرة الشرق وتقوموا بالتصويت على السؤال الذي طرحنا همامكم على الشرق.com أو عبر الصورة المشفرة التي ترونها إلى جانبي هنا على شاشة والهدي الساعة السؤال هل تخفف واشنطن حدة توتراتها مع موسكو خوفا من تحالف موسكو مع بكين لنرى حتى الآن بعد فتح التصويت كيف هي النتائج 67% الأغلبية بامتياز يعتقدون بأنه بالفعل واشنطن قد تتجه إلى تصليح بعض العلاقات أو تهديئة توتر على الأقل وتخفيف من انتقاداتها تجاه موسكو حتى لا ترتمي في أحضان الصين ويتشكل هذا التحالف الروسي الصيني الذي يمكن أن يكون ثقيلاً وقوياً بوجه التحالف الأمريكي الأوروبي ونفوذ الأمريكي العالمي إذن أترك هذه النتيجة وسوف نطلع عليها كل أثناء هذا الحوار وسوف ترون أرقام تتغير بشكل تلقائي مع تسجيلكم أراءكم ولمتابعة الحوار هذا من ولاية جورجيا الأمريكية عبر زوم معنا دكتور سحاق أندكيان الباحث في النزاعات الدولية في جامعة كينزوف في أتلانتا أما من موسكو عبر أقمر صناعية فهذا دكتور ديمتري بابيتش الكاتب السياسي في موقع سبوتنيك الروسي أهلاً بكما معنا في هذا الحوار دعوني أولاً أطرح عليكم هذا السؤال الذي طرحناه على المشاهدين دكتور أندكيان هل تتوقع اليوم أن ما نرى هو محاولة أمريكية لإدارة الخلاف بشكل ليس عالي توتر جداً بينها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حتى لا تقوم روسيا بالارتماء بشكل كامل في تحالف استراتيجياً عميقاً عسكرياً بالإضافة إلى تحالفاته الأخرى الموجودة الآن ربما مع الصين بداية مساء الخير لك والإضافتك الكريم وللمشاهدين الأعزاء نعم أعتقد أن مقاربة الرئيس بايدن للملف الروسي هي مقاربة هادئة وديبلوماسية وقد صرح عن امتعاضه من بعض السلوكيات الروسية في بعض الملفات كما ذكرتم في التقارير ولكن في النهاية روسيا هي قوة كبرى وقوة عظمى وبالتالي على الولايات المتحدة أن تجد طريقة للتفاهم والتفاوض معها عبر الاحتواء من ناحية وعبر رسم خطوط الحمراء من ناحية أخرى وطبعاً هذا الأمر ظهر جلياً خلال القمة التي جمعت الرئيس بايدن بالرئيس بوتين في سويسرا في قصر لاغرانج عندما ذكر الرئيس بايدن أن روسيا أن اللقاء اليوم هو اللقاء بين قوتين وعظمتين two great powers وبالتالي قد أعطى روسيا حقها وخلال هذا اللقاء أيضاً رسموا بعض خطوط الحمر فيما يتعلق بالأمن السيبراني والأمن والاستقنار في القرينيين في منطقة الشرط الأوسط وغيرها وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون مقاربة الرئيس بايدن هذه من أجل منع روسيا من الارتماء في أحضان الصين ولكن من أجل حفاظ على مصالح الولايات المتحدة في العالم نعم ما هو عدم ارتمائها في حلف مع الصين بالتأكيد سوف يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العالم سيد ديمتري بابيتش ما رأيك أنت هل بالفعل يمكن تفسير هذه محاولات التهدي أو تخفيف التوتر وكما ذكر ضيفنا الدكتور اندكيان الاعتراف الأمريكي بأن روسيا دولة عظمى وهذا شأن جداً مهم ونقطة دائماً ما تشدد عليها روسيا تقديم هذا الاعتراف لها محاولات اليوم التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات يمكن أن يكون خوفاً من تقارب روسي صيني كلا لا يمكنني أن أقول أننا نتوقع أي تحسن في العلاقات ولكن سأقول أن الحالة يمكنها أن تتدهور في أي وقت ما واليوم سمعنا أيضاً من السيد بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لأنه قال إذا ما تصرفت روسيا بشكل أو بآخر نحن سنستكمل الاستجابة وهذا ما يسميه السيد بلينكين بسوء التصرف أو ربما هذه التصرفات التي هي غير مثبتة وفيما يتعلق بالتسميم مثلاً أو التدخل أو هذه التصرفات لم نرى أي أدلة لأنه لم يتم ظهور أمام وصائد الإعلام أو أمام الأطباء الذين درسوا حالته وعينوه فيما يتعلق بالتسمم وهذا ما جرى بابنة هذا الرجل إذن تسعين بالمئة من هذه التوقعات يقولون أن روسيا المسؤولة تسع وتسعين بالمئة ثلاثة وتسعين بالمئة ولكن هذا غير ممكن ومن غير الممكن أن يكون لدينا هذه الأدلة التي تؤكد مئة بالمئة أن روسيا تسيء التصرف وأيضاً كان هناك هذه التطورات المقلقة في الأسبوع الماضية مع ما رأيناه من المدمرة البريطانية التي دخلت المياه قرب القرن باعتبارها أن ذلك جزء من أوكرانيا حتى في الحرب الباردة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم ترسل أي سفينة من هذا النوع إلى منطقة البلطيق ولم يدخلوا المياه الإقليمية لأنهم فهموا الواقع هذه المياه الإقليمية للسوفيات أنا ذاك إذن أنا أحترم السيد بايدن لا أظن أنه يسيء التصرف ولا أظن أنه ساذج ولكن هو عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الأيديولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً في الاتحاد الأوروبي ولكن للأسف أن هذه الأيديولوجية تعتبر روسيا والصين على أنهما منافستان ربما من عالم آخر ولكن من هذا المنطلق هو يود أن يصارع الصين وروسيا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مختلفة تماماً عن الماضي وإيام نيكسون عندما تحدث عن الصين مع الاتحاد السوفيتي ولكن الآن أمام بايدن ليس لهذه الحرية في التصرف وهناك كثيرون في روسيا يعتقدون أن بايدن كان عليه أن يقول قاتل لبوتين من أجل أن يؤزم هذه الحالة ليعيد مساعيه من أجل خفض التوترات وليلقى ببوتين في فيينا إذن نحن لا نتحدث عن مشكلة مع شخص واحد شخص واحد يقرر أن العلاقات ستتحسن أو كلا إن ليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من يقرر ذلك ولكن الحالة حالة المجتمع الأمريكي بشكل أوسع مع الأيديولوجية المعممة هذا ما سيقرر مستقبل العلاقات بين الطرفين ما رأيك بهذا الحديث سيد أنديكيان كيف بالفعل كيف ينظر اليوم لروسيا في كل دوائر صناعة القرار الأمريكية الكانات الدفاعية أو الكانات البرلمانية الكونغرس وغيره أو البنتاجون وأيضا هل بالفعل هناك حالة شعبية معادية لروسيا أم ترى بأن الموضوع فيه تطخيم من قبل الجانب الروسي نعم سيدتي ديفوك الكريم قد أثال عدة نقاط فيها بعض المغالطات ودعيني اسمحي لي أن أضع النقاط على الحروف هو قال وأعتقد أنه كان يلمح إلى تصريحات بلينكين لجريدة ركوبلكة بروما اليوم حول إساءة تصرف روسيا هو لم يكن إساءة تصرف روسيا وكأنه أستاذ في المدرسة ويعاقب تلميذ قال إذا اتمرتكبت روسيا أعمال عدائية هذا ما قاله وطبعا بالنتيجة للولايات المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها وعن مصالحها في حال تم الاعتداء عليها أو قيام بأعمال معادية لمصالحها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بايتو الكريم يعني يحاول أن يشيطن روسيا لكي يلعب دور الضحية فلا ننسي أن لروسيا أيضا عدة أمور وعدة شوائق وشوائب على الساحة الدولية ولسيما فيما يتعلق للولايات المتحدة الأمريكية منها كما ذكرتم الاعتداءات السيبرانية على الولايات المتحدة الأمريكية وتعطي المصالح الملايين من العالم دكتور أندكيان الضيفي سيد ديمتري يقول هذا كله اتهامات سياسية افتراءات وليس هناك من دلائل عرضت على العالم أولا هل هذا صحيح ولماذا لم تعرض هذه الدلائل هل عرضة هل هي موجودة أصلا وإذا كانت موجودة لماذا لا تعرض نعم يا سيدتي وبالاسم فقد الوكالة الاف بي آي قد أثقت تقريرا وقد اتهمت جهتين يعني الروسيتين تعملان ضمن الأراضي الروسية واسمهما الدارك سايد والصولر ويند وهذه هي الجهتين التي تشنان الهجوم السيبراني على الولايات المتحدة الأمريكية هل هما متصلتان بالحكومة الروسية بشكل رسمي ليس بالضرورة ولكن هي تعمل بالأراضي أو من الأراضي الروسية وبالتالي يعني تستطيع الحكومة الروسية أن تلقي القبض عليها وعليهما وأن توقف هذه الأعمال المخالفة للقانون وقد تطرق لهذا الأمر الرئيس بايدن في لقاء القمة مع الرئيس بوتين عندما وضع خطوط حمر حول ما يمكن استخدامه في الهجوم السيبراني وأن لا يتم الهجوم السيبراني على مصالح الناس يعني من الممكن أن تكون مبررا هجوم السيبراني على المرافق الدولة التابعة للحكومة ولكن ليس للمرافق العامة التي يعني تحتم بالأمور اليومية والحياتية للناس كالكولونيال تايبلاين وكشركات الكهرباء نعم سيد ديمتري إذن هناك اتهامات وهناك دلائل وهناك أسماء ربما روسيا لا تريد أن تسمع هذه الاتهامات حسنا فيما تعلق بالهجومات السيبرانية تبقى هذه الأمور غامضة جدا وربما نؤمن بما نراه وأيضا ربما نصدق ما يقوله الخبراء الأمريكيون ولكن نحن لا نرى أي صورة لا نرى أي مقطع فيديو أي تسجيل يثبت ويدل المشاهد العادي لماذا نتهم روسيا لماذا لا نتهم روسيا ولماذا نظن أن هذه التصرفات مصدرها روسيا أو الأراضي الروسية بشكل عام إذن يجب علينا أن نصدق ما تقوله الاستخبارات الخاصة الأمريكية لماذا؟ ولكن أنا لا أؤمن بذلك بشكل كبير بعد ما جرى في 2001 2002 2003 أن العراق كانت تطور أسلحة التمر الشامل وهذا تضح أنه غير صحيح وهناك هذه السردية التي تكررت في أمثلة عدة مثلا أعطي مثل ألبانيا أن استخبارات أمريكا قالت أنهم 100% نسبة التأكد من أن 120 ألف جندي ألباني قتل في تسعينيات القرن الماضي ولكن هذا لم يتم إثباته ولا حتى ألف جندي من هذا الرقم المزعوم إذن أنا لا أثق بالاستخبارات الأمريكية عند اتهامها لروسيا وأنا تحدثت إلى مسؤولين روسيين عدة وأعلم أن موقفهم لا يودون أن ينافسوا أو أن يؤذوا الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي ولكن يودون السلام مع هذه الكيانات وربما أيضا تركيا أيضا تود السلام مع السعودية ومع دول في المنطقة بما يشمل الصين أيضا إذن أنا لا أرى لماذا روسيا أو ستكون مهتمة في القيام بذلك وإن بايدن أيضا قال أن ليس هناك أي دليل فيما يتعلق بأنابيب كولونيل باستهدافها من قبل الحكومة الروسية كان هناك هؤلاء المجرمون السيبرانيون الذين يطلبون الفدية والذين استهدفوا هذه الأنابيب ولكن إن هذه المباحثات غير مجدية ولكن يجب علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر التي تتمثل الآن في العلاقات في هذا المثلث روسيا، الصين والولايات المتحدة الأمريكية ويمكنني أن أستبق الأمور وأقول أن روسيا تتحضر لضغط متزايد على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط لن ينفذ وأن الضغط من الاتحاد الأوروبي أيضا لن ينفذ ولن يكف ولكن ما يقلق الآن هو أنه في قمة النيتو في يونيو الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت الاتحاد الأوروبي التي لا تود الصراع مع الصين إذن أجبرتهم من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنضي على هذه الوثيقة التي تقول الصين هي التهديد الأكبر للعالم إذن أجبرتهم على التوقيع على ذلك ولكن الدبلوماسية الروسية، الدبلوماسية الصينية ترفض هذه الفكرة، فكرة القواعد التي تقولب العالم والنظام العالمي نعترف أن هناك قواعد وهناك أيضا تشريعات قبلتها واعتمدتها الولايات عفوا، الأمم المتحدة لأن النظام العالمي قائم لماذا يجب علينا أن نقبل بنظام جديد مقترح من الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء وأن الاتحاد الأوروبي، لسيما دول شرق أوروبا، لا تود الصراع مع الصين ربما لديها بعض المشاكل مع روسيا من ناحية التاريخ اسمح لي أذهب لدكتور إسحاق هناك كثيرون يقولون سيد ديمتري أسفا دكتور إسحاق، هناك كثيرون يقولون بأنه ليست الصين بهذا الغول الاقتصادي المخيف أو النظام السياسي المرعب ولا كذلك روسيا وأن كل ما يجري أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتنازل عن النفوذ الأول والساحق في العالم وأن موضوع تجارة واقتصاد ما هو ردكم؟ نعم سيدة، أجيب على سؤالك، أريد أن أوضح أمر ما قد تفعل لكن لازم أقول لك أنه أنا معي دائتين دكتور إسحاق بدك تختار أولوياتك بل مقتصد، بل مقتصد، لك جزء المقارنة بين الأسلحة الدمار الشامل في العراق وما حصل من هجوم سبراني في الولايات المتحدة الأمريكية لأن في الحالة الأولى كان هناك تكهنات وبعد ذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية الجرأة للاعتراف بالخطأ لم تكن تكهنات، كولين باول خرج في مجلس الأمن معه صور نعم، كان هناك رائع في الرأي وكانت متحدة من الجرأة أن تحترف بذلك فيما بعد ولكن الأمن السبراني وما حصل من هجومات هناك ضرر قد حصل، هناك فاكس ووقائع وليس التكهنات مع احترام لضيفك الكريم أما بالنسبة لسؤالي سيد الإسلام لا، التكهنات من يقف وراءها يا دكتور سحاق أصدق لا لا، هناك ثبتت أن من يقف وراءها هي منظمات اسمها دارك سايد والسولر ويند وأنا لم أقل أنها تابعة للحكومة الروسية وإنما قلت تستطيع حكومة الروسية أن تلقي القبض عليهم كذا ما أرادت ذلك لأنهم معروفون أصبحوا معروفين بالإسماء نعم، أشكرك دكتور سحاق أندكيان البحث في النزاعات الدولية في جامعة كينزو في أتلانتا ومن موسكو عبر أقمار صناعية كان معنا السيد ديمتري بابتش الكاتب السياسي في موقع سبوتنيك الروسي شكرا لكم